مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هلنا ان شاء الله نتكلموا على فوائد الشعير في تربية الأرانيب أول حاجة نهضروا على النوع ديال الشعير اللي كي تعطى ومناسب للأرانيب وهو الشعير كي يقولولو البيزانة الشعير البيزانة هو يعني كعلى حسب المناطق ديال المغرب فالمنطقة الشرقية نحن نقوليو البيزانة قيل اللي كي يقولوا عندو الرويزة قيل اللي كي يقول wired momento وقيل اللي كي يقول البيزانة المهم الشعير الواهداء ما شي داك اللي كيكون عندو حلض الزخبة طويلة ا يكون هكا يصلح الدجاج وكيصلح الأرانيب إذان نهضروا على التمن دياله التمن دياله إلي بعدو تتشره بالكيلوrek Behavior η70 ريال كيلو يعني 3น 1.3 الكلcimento اذا ابو تشريو بالجملة را كتاح شوي رخيص كتاح بدك جوج درامونس يعني درام في الكيلو را مزيان اه نهضروا دباع للفوائد ديالو، الفوائد ديالو وهي اول حاجة انه انتما لاحظوا معايير انا اعطيتهم قبيلة هاد الشعير لاحظوا انه كيعجبهم بزات انتما فورا اه كي يكلوه بوحد شراه اذا اه نهضروا على الفوائد ديالو، الفوائد ديالو وهي اول حاجة وهو الحفاظ على سحة الامعاء يعني الناس دي كي عندهم الانانب ديالو كي يعانيوا من من الطيرابات هضمية ولا ذوك الكوليستري ديالو يعني الاضياري الشعير كي كتطيعوا لهم كي يقدلهم الامعاء ديالو حيث ان الشعير هو غني بالالياف الغدائية عليها كي يساهم في الحفاظ على حركة منتظمة للامعاء وتا الافرازات ديالو يعني الفضالات ديالو عزكم الله كي تخرج بواحد شكل منظم منتظم وكي حافظ على نظافة المعيدة كذلك نقيم قادية اخرى وهو ان الشعير كي يساهم با يعني بسعور بالشبع يعني الناس اللي عندهم الارانب ديالو كي عندهم شجار ما بالارانب ولا عندهم الارانب يعني شريصة ولا عندهم الأرانب يعني الأمهات كتتاكل الصغار ديالها إن هذا موضوعها مهم مززا أعطيهم الشعير الشعير أش كيدين لهم كيخليهم كيحسوا بالشبع يعني مني كيحسوا هما برأسهم شبعانين كيوليهم هدنين ما كيبقوش يكتشاجروا بعضياتهم ما كيبقوش يياكلوا بعضياتهم ما كيبقوش الأم كتكون ديما شبعانة إن الأم إلا شتجعت ورقت الصغار ديالها قدامها أرى بطبيعك حان غاديت دير فيهم شي فضيح إذا كما أن الشعير كيحمي المرارة من الحصة يعني هو الشعير راكي نطابق حتى على الإنسان الناس اللي كيخافوا عن المرارة ديالهم من الحصة يعني من ذيك الحجيرات اللي كيجميعوا في المرارة يياكلوا الخبز ديالشعير يياكلوا الشعير يشيروا الشعير ويعجنوه ويياكلوه كخبز أرى جيد 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 للمرارة أخيرا النقطة المهمة في هذا الموضوع وهو الخصوبة الناس اللي عندهم الأرانيب ديالهم يعني النسوات ولا الدكور يعني مبقاش عندهم واحد نسبة دي الخصوبة عالية كلهم متأكدين أن الشعير أرى مهم ومهم بزا في القضية دي يعني كي تتعطيهم الشعير كي تحسوا بهم أنهم ولوا كي تجاوبوا معاكم قضية ديال التلقيه التلقيه يعني التزاوج كي بقوا يتزاوجه كي بقوا يولده يعني النسبة للخصوبة ديالهم كي تتصافع كي يقول لي النتوة قبل أنها تلقح مرء 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 مني كتولد وكي يقول لي الدكور كذلك يعني عنده واحد خصوبة عالية يعني قادر أنه يلقاح نتوة وجوجه ثلاثة في نفس الوقت يعني كتحييض النتوة الولى كي يلقحها كي تزاوج معها النتوة الثانية النتوة الثالثة كل شيء هادشي بفضل هاد الملتة اللي عاطينا سيدير ربي هاد الحبوب ديال الشعير إذا نعقلوا على هاد الشعير راه ما في حقيقة راه رخيص في الثمن بالنسبة للسيكاليم راه رخيص في الثمن الخنشة دياله راه كتحب رخيصة كتبول لي كتحب كمية وعشرة دراهم يعني فيها كمية كبيرة الكيلو كتحب قل من جوج دراهمون صرها مزيان أما إلا شيتوا بالديطاي هكا يعني بالكيلويات كتحشي شوية أغلى إذا ندي فوائد الشعير بالنسبة للتربية الآن النسلي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا وما تنسوناش بجير جام باش نزيدوك تكيولا ديك ديك الايقونة لتحت ديال زير جام باش نزيد نتشجعوني باش قناعتيكم مثل هالفيديويات النسلي ما جاركوش معنا شاركو معنا تكيولا زير الجرس وتكيولا زير الجام تكيولا زير الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة